منغوليا من أشهد الدول برودة تصل في الشتاء خمسين درجة تحت الصفر في إحدى السنوات نافق أكثر من مليونين ونصف رأسنا الماشية بسبب بردة الشديد في الصيف أقصى درجة تصل لها ثلاثين فيندر تجد في بيت أو فندق منغولي مكيف هذا يتخذون عدة تدابير يتوقي الشتاء منها سمك الحائط يسل ستين صانتين والنوافذ ثلاث طبقات يرتدون ملابس الصوف فيها من أكبر مصانع الصوف في العالم التدفئة المركزية تستمد الماء الصاخر من الحكومة وفي الأرياف صوبات الحطب تعمل بالفحم وروث الحيوانات تقبل الشتاء يذبحون عدد من الذبائح وفي هذا الوقت تكون صحتها جيدة قبل أن يزل الثلج ويقل علف وتكون هزيلة يخزنونها في البيوت بالحاويات والثلاجات وفي الأرياف بالملح والتجفيف وهذا لتعينهم في توقي هذا البرد الشديد بأكل لحومها وشحومها فإذا كان البرد شديد أكلوا لحوم الإبل والخيل وإذا كان البرد يطاق أكلوا لحوم الغنم والبقر يخزنون الأعلاف في الأرياف لصعوبة الحصول عليها وتكون المواشي أغلب وقتها في الحظائر مع هذا البرد الشديد لا توقف المدارس والمصالح تقوم الدولة باستمرار بفتح الشوارع بالمعدات ونشر الملح لذابة الثلج والمساجد التي ليس فيها تدفئ يقل عدم صليم فيها ترجمة نانسي قنقر